يعني خلينا عمليين أستاذ يوسف في شروط يجب أن تتوفر قبل استئناف جهود السلام ما قامت تنفيذ حل الدولتين على الأرض لن يأتي بين ليلة وضحى صحيح ولازم يسبقوا مفاوضات مباحثات ليست بالسهلة لكن في شروط حضرتك عشان نصل يعني عشان نصل إلى هذه المرحلة ونكون في موقف تفاودي قوي في شروط يجب تلبيتها أولا وحدة الموقف العربي وحدة الموقف العربي أول شيء تاني شيء تاني شيء وده في غاية الأهمية حضرتك هو وحدة الموقف الفلسطيني بمعنى أن كافة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها نتيجة لوسطات مصرية بين السلطة الفلسطينية وبين حماس والجهاد الإسلامي وبين فتح وحماس لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية يجب تفعيلها ويجب أن تتم بمعنى إيه؟ بمعنى أن فلسطين يبقى لها صوت واحد في العالم في سلطة فلسطينية واحدة جهة فلسطينية واحدة هي التي تتفاوض حضرتك قدر مني يعني مقررات أسلو يمكن البقية البقية من نتائجها هي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المتحدث الوحيد الشرعي باسم الشعب الفلسطيني